رحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدين الكريم أهلا بكم إلى برنامجكم قهوة وجورنان لنهار اليوم إذن مشاهدين الكثير من الأخبار تناولتها الصحف الوطنية الصادرة اليوم باللغتين العربية والفرنسية سنحاول إذن رصد ما جاء في هذه الصحف الوطنية في هذا البرنامج إذن تقريبا جل الصحف اتفقت على إصدار هذا الخبر الخاص بحركة مجتمع سلم حمس فيها أخبار اليوم تقول فتنة في حمس ومقري يمنع سلطاني من لقاء أو يحيا كذلك صحيفة نصر قالت رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري يتوعد السلفة وإذا شارك سلطاني في المشاورات سنتصرف معه نقرأ كذلك من صحيفة الجزائر نيوز التي عنونت مقري على لسان مقري السلطاني ممنوع من المشاركة في مشاورات تعديل الدستور وكذلك صحيفة البلاد تتنقت إلى ذات الموضوع أبلغنا أبو جرة كتابيا بقرار المقاطع وعليها الالتزام يعني فيه كلام كثير عن مشاورات أحمد أو يحيا مع أبو جر سلطاني على ما يبدو أن رئيس حركة مجتمع السلم يرفض إذن مشاركة حزبه وكذلك مشاركة أبو جر سلطاني المحسوب المحسوب على حزبه كما قلنا أخبار أخرى كذلك النهار التي عنونت البياري لاستياد اللصوص والحوت الكبير هذا بعد التعليم الصارمة التي وجهت تفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء حول مكافحة الفسد كذلك تحدثت النهار عن مواطني ولاية الوادة الذين اقتحموا مقر الولاية يوم أمس واحتجزوا الوالي هناك لو نمر إلى أخبار أخرى جريدة الخبر التي عنونت عودة إذن أو جرحة وتوقفات في تجدد للمواجهات بغردايا هو نفس العنوان تقريبا الذي رصدته الصوت الآخر الفتنة بدأت في الاستيقاظ مرة أخرى بغردايا وأدركيها يا حكومة وكذلك لو نقرأ في الشأن الرياضي في جريدة الحياة التي عنونت في مقدمتها بولحي وطيدريا تعطيان الشيشة أمام الملأ بحضرة قبل أيام من المونديال ورغم تحذيرات المدرب وكذلك هذا الموضوع تطرقات إليها النهار اليوم وعنونت شيشة وتحلى المعيشة هكذا يحضر الخضر للمونديال على خلفية توجه لاعبية المتخب الوطني من تربصهم إلى مطعم خاص بالعاصمة لمشاهدة مباراة ريال مادريد وأتليتيكو مادريد لكن على وقع الشيشة هكذا تقول جريدة النهار لو نحاول استطلاع ما جاء في مختلف صحف الوطنية النطقة بالعربية والفرنسية لنهار اليوم نذهب إلى معرض الصحفة الوطنية الصادرة نهار اليوم البداية مع جريدة النهار التي عنونت بالبنط العريض بياري لاستياد اللصوص والحوت الكبير كتب وزارة التربية تحرف السنة ومواطنون يقتحمون مقر ولاية الوادي ويحتجزون الوالي وفي التفاصيل شرعت فرقة البحث والتحري التابعة لجهاز الأمن الوطني بياري في فتح تحقيقات شملت العديد من المؤسسات من المرتقب اللي تستثني أي قطاع حيث عادت مسئولية التحقيق في ملفات الفساد الكبرى لفرقة البحث والتحري بياري بحكم الاختصاص الإقليمي لجهاز الشرطة في المناطق وفي الموضوع الثاني تعرف الكتب المدرسية في الأطوار التعليمية الثلاث أخطاء فادحة سهمت بشكل كبير في تدني مستوى التلاميذ وعدم إلمامهم بالمعلومات الصحيحة خاصة المتعلقة بتعليم الدين الإسلامي وكذا المواد العلمية وقد عرف كتاب التربية الإسلامية للسنة الثالثة ابتدائية كما تقول جريدة النهار إسقاط صنن الوضوء كما تم إسقاط درسين مهمين في التاريخ الجزائري من كتاب السنة الثانية تانوي أما في الموضوع الثالث لجريدة النهار فقد كتبت اقتحم أزيد من ألف شخص من سكان بلدية الواد نساء ورجال مقر الولاية محاصرين العمال الذين كانوا بداخلها بما فيهم الوالي حيث منعوهم من الدخول أو الخروج السكان الغاضبون احتجوا على نتائج القائمة السكنية المعلنة عنها نهاية الأسبوع الفارط أمام مقر المجلس البلدي حيث علقوا لافتات كما تقول النهار تنديدا بالتشكيك بأحقيتهم في الاستفادة من السكنات والموضوع الأخير الذي انتقيناه لكم من جريدة النهار تجاوزت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة 18 مليار سنتيم بسبب أعمال التخريب والسرقة التي تتعرض لها مختلف خطوط السكك الحديدية على المستوى الوطني حيث كانت أغلب الخسائر مسجلة في الكوابل الكهربائية التي تعرضت لعمليات سرقة متكررة في مختلف الخطوط تقول النهار إلى الجزائر نيوز التي عنونت انتخابات رئاسية محسومة وفي موضوع آخر كذلك عنونت مقري سلطاني ممنوع من المشاركة في مشاورات تعديل الدستور وفي التفاصيل توجه ملايين المصريين لانتخاب رئيس جديد إذن لمصر ويعد هذا الاستحقاق هو الأحدث في الاستحقاقات الانتخابية بمصر التي تجري في ظل عدم استقران السياسي واقتصادي واجتماعي أيضا ودع رئيس المصري المؤقت عدلي منصور الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية متعهدا بوقوف مؤسسات الرئاسة على الحياد بين المترشحين الاثنين أما في الموضوع السياسي الخاص بالجزائر فقد كتبت الجزائر نيوز أعلن عبد الرزاق مقري بأن حمس لن تشارك في مشاورات تعديل الدستور التي سيترأسها مدير الدوان برئاسة الجمهورية أحمد يحيى مطلع جوان المقبل وقال نفس المتحدث بأن أبو جرى سلطاني سيلتزم بقرار الحزب خاصة أننا كما قال مقري أبلغناه كتبيا بذلك وإذا اختار المشاركة سيكون للحركة قرار في هذا الأمر وقت الجزائر كتبت خمسة عشر رضيعا يتوفون شهريا بمستشفى بوخروفة بوهران وفي التفاصيل هدد العشرات من أولياء الأطفال والردع المصابون بتشوهات خلقية على مستوى القلب بوهران والذين يعالجون بمستشفى طب وجرحت الأطفال بوخروفة عبدالقادر بكناستيل باقتحام المستشفى ونشد وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضيف التدخل العاجل بعد أن وصلت الأوضاع للحد غير المقبول حيث تم تسجيل خمسة عشر وفات شهريا في صفوف البراء نهك عن وجود ثلاثمائة وتسعين طفل آخر بذات المستشفى مهددين بالموت تقول ذات الجريدة بسبب عدم ترقهم العلاج إلى جريدة المساء التي عنونت انطلاق سيد حصة الجزائر من الطونة بالمتوسط حيث قالت في التفاصيل أبحرت سفن صيد ثمانية أو لثمانية مهنيين متخصصين في صيد الطونة الحمراء في رحلة صيد تدوم إلى غاية الرابع والعشرين جوان المقبل لجلب حصة الجزائر المقدرة بمائتين واربعة وثلاثين طنا من هاته اللاسمك وما يميز حصة الصيد هذه السنة وإشراك مراقبين وكذلك مفتشين جزائريين خلافا للسنوات الفارطة إلى صحف الوطنية ناطقة باللغة الفرنسية الإكسبريسيون التي عنونت الجزائر ملاد لافارقة وفي تفاصيل الخبر تحولت الجزائر في الفترة الأخيرة إلى محطة استقرار للآلاف منهم من هؤلاء لافارقة من مختلف البلدان الإفريقية خاصة من مالي والنيجر وليبيا وحتى من سوريا والذين فروا من معاناة الفقر والحروب والتطرف في بلدانهم فبتت الهجرة بالنسبة لهم هي المنفذ الوحيد للخلاص من الجوع والموت والتطلع لحياة أفضل في الجزائر تبقى الجزائر ملاذ للاجئين وحضن آمن لعائلتهم تقول الإكسبريسيون إلى صحفة أخرى لسوار دلجيري التي عنونت المعارضة تستحود على ساحة ساحة السياسية زادت إذن المشاورات تعديل دستور من حدة الحراك في ساحة السياسية بالجزائر حيث لم تتوصل الحكومة والمعارضة تقول لسوار دلجيري إلى نقطة اتفاق وهذا بعد إصدار أي خبر ما جعل المتتبعين للشأن السياسي يؤكدون بأن هذه الخطوات التي تقوم بها المعارضة ما هي إلا فرصة للخروج من العزلة السياسية وبهذا تكون المعارضة أيضا قد احتلت أرضية المشاورات في الجزائر إلى صحفة أخرى أو إلى موقع آخر الحدث نيوز التسعير الجديدة لمتر وترمواية الجزائر تدخل حيزة تنفيذ وفي تفاصيل هذا الخبر كما تشاهدون دخلت تسعير الجديدة لمتر وترمواية الجزائر العاصمة حيزة تنفيذ أمس لحد بعد إقرارها الأسبوع الماضي من المنتظر كذلك أن ترفع هذا الأخير هذا القرار الغبن على عدد كبير من الجزائريين الذين سبقوا أن عبروا عن خيبتهم من ارتفاع أسعار تذاكر الترمواي والمتر رغم أهميتهما كوسيلتين مريحتين لتنقل أفضل بكثير من سيارات الأجرى وكذلك حافلة النقل العمومية إلى الأخبار المحلية بمختلف صحف المحلية البداية من شرق الوطن آخر ساعة كتبت مافيا العقار تعود بقوة في حي الشابية وفي تفاصيل الخبر وجه عدد من سكان حي الشابية بعنابة بشكوى من أجل مساعدتهم على وقف ما تقوم به مافيا العقار في حيهم حيث أكدوا أن هذه الموافيا عددت بقوة في الفترة الأخيرة إلى حيهم وطرب السكان الشابية المجلس الشعبي البلدي للبوني بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة لوقوف وجه مثل هذه الممارسات التي ترتكب في حق العقارة العمومي كما تقول ذات الصحيفة إلى غرب الوطن وصحيفة صوت الغرب التي عنونات 325 مليار سنتيم تخصص للأشغال الخارجية والشقق المهترئة وفي تفاصيل هذا الخبر رغم الغلاف المالي الضخم المقدر بـ 325 مليار سنتيم الذي رصدته ولاية وهران لترميم البنايات القديمة بوسط المدينة لمحافظة على الطبيع العمراني لهذه المنشآت غير أن تقنيات أو تقنيات المتبعة في عمليات الترميم وكذلك التهيئة لم تكن ضمن المعايير المعمول بها في هذا المجال بحكم ترد وضع البنايات تقول ذات الجريدة التي مست الترميم ما جعل السكان يستنكرون هذه العمليات مشاهدين الكاريم كانت هذه إطلالة إذن عبر مختلف الصحف نمر اليوم أو نمر الآن إلى تصريح اليوم إذن ولوزير شؤون الخارجية رمطان العمامرة الذي تحدث وقال أن الندوة الوزرية السابعة عشر للمؤتمر حركة عدم الانحياز التي تحتضنه الجزائر تعتبر حدثا هاما كما قال وكبير ليس بنسبة للجزائر فقط فحسب بل للمجتمع الدول عموما وأن المهمة الأساسية التي سيطلع بها هذا المؤتمر تتمثل في وضع خطة عمل لقيادة مسيرة الحركة خلال فترة السنة ونصف التي تفسرنا عن عقد القمة المقبل رؤساء بلدان الحركة بكاركاس بفنزويلا وأن هذه المهمة ليست بالهينة في ظل تراكم الأحداث الدولية كما قال وزير خارجية الجزائر إذن إلى الأجندة المنتظرة لنهار اليوم كما نقرأ يترأس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوار بملتقى حول الأخلاقيات والمسؤولية المؤسستية ذلك بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة في نشاط آخر تقوم الوزير المنتدبة لدى وزيرة سياحة والصناعة التقنيدية مكلفة بالصناعة التقليدية عائشة تقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو كما نقرأ ذلك الافتتاح أو للإشراف على الافتتاح الرسمي لطبع السادسة للصالون الوطني للصناعة التقليدية وكذلك في نشاط آخر يشارك اليوم الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فوضي الفروق في الاحتفال الرسمي باليوم العالمي لتنوع البيولوجيا المنظم بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة وينشط اليوم كذلك رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو ندوة صحفية بالمقر الوطني للحزب الكائن بشارع عسل حسين بالعاصمة إلى نشاط آخر كذلك يعقد اليوم المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير بجريدة ديكانيوز ندوة صحفية تناقش فيها ويناقش فيها موضوع الملتقى الدولي للاستثمار والتجارة إذن مشاهدين هذه هي أجندة اليوم شكرا لكم على حسين إصغائي والمتابعة نعود إلى ما تبقى من حصة قهوة جارة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكريم إذن إلى فقرة الضيف وضيفي اليوم سيد مروان عزي مرحبا بك رئيس خلية المساعدة قضائي المكلف بتطبيق ميثاق سلم المصرحة الوطنية مرحبا بكم سباح الخير وشكرا لكم على الاستضافة إذن الحديث اليوم عن أحداث أمنية عشتها الجزائر الحديث اليوم عن أحداث سياسية كذلك عفوا تعيشها الجزائر خلال هاته الأيام البداية من الأحداث الأمنية البداية من مشاهدته الجزائر خلال أيام الفارط القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خاصة على الحدود وما تعرفوا الحدود الجزائرية حسب إحصائياتكم في عدد كبير من الإرهابيين تم القضاء عليهم خاصة منطقة القبائل وعلى الحدود إلى أين وصلت الإحصائيات بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة النهار على هذه الاستضافة مجددا ومرة أخرى من أجل استضاح بعض الأمور حقيقة مكافحة الإرهاب لم تتوقف أبدا منذ بداية الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر وإن كانت يد الدولة التي امتدت إلى أبنائها المغرر بهم من أجل العودة إلى أحضان المجتمع والتكفل بحقوقهم كاملة فإن قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أجهزة الأمن وصلت سياسة مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى العناصر التي رفضت هذه اليد ورفضت الاستسلام لإرادة الدولة وإرادة المجتمع طبعا هذا الأمر فيه شقين فيها الإرهاب الذي نعرفه والذي هو متمركز ومتواجد في بعض المناطق وإن حصر تواجده بشكل كبير وخاصة منطقة الوسطى يعني منطقة القبائل ولكن الجزائر عرفت فعلا أحداث أخيرة في الجنوب الجزائري أو ما أصبح يعرفه حاليا بالساحل تفسير عمليات القضاء على عدد معتبر من الإرهابيين في مناطق تمنراست في مناطق إليزي واتسوف يعود إلى أنه فيه محاولات جادة ومتكررة من بعض العناصر الإرهابية للتسلل إلى داخل التراب الوطني سواء على الحدود الجزائرية المالية أو الحدود الجزائرية الليبية أو الحدود الجزائرية التونسية وهذا ويقضت جهزة الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي أحمطت العديد من محاولات التسلل من أجل التوغل داخل العمق الجزائري والقيام بعمال إرهابية وإجرامية هذه العمليات التي قامت بها مصالح الأمن أدت إلى القضاء في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من ستين إرهابي وحجز عدد معتبر من الأسلحة والذخيرة أحصائيات هذه تخص شهر ماي إلى شهر ماي؟ تخص من جوفي إلى شهر أذرين ستين إرهابي تم القضاء عليهم؟ ستين إرهابي تم القضاء عليهم بالحديث عن هؤلاء الإرهابيين خاصة حول منطقة الساحل وبالحديث عن ميطاق السلم والمصالحة الوطنية كيف يجري تطبيق هذا الميطاق لحد الآن؟ وهل المجال مازال مفتوح المغرر بهم في الجبال سواء في الشمال أو حتى الجزائريين الذين تسللوا إلى شمال مالي إلى ليبيا وعادوا يحاولون العودة إلى أرض الوطن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المعروف والذي صدر بموجب الأوامر 0601 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة في نهاية فيفري 2006 شهدت عمل تطبيقه تسارعا كبيرا إلى أن وصلنا إلى تطبيق ما يقرب من 90% من كل ما تضمنه ومن كل ما احتواه من تضابير وإجراءات خاصة فئات معينة الآن هذا الميثاق حقق نتائج لا بأس بها ونتائج معتبرة لا يمكن الاستهانة بها وبالتالي من منطق الأشياء أن نقول أن هذا الميثاق وهذا المشروع الاستراتيجي الوطني الهام أدى إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع كاملة إلى الجزائر شاء من شاء وأبا من أبا ومن ينتقدون هذا الميثاق نقول لهم بعبارة واحدة أن استفادة الآلاف من الإرهابيين التائبين وعودتهم إلى المجتمع ورجوعهم بأسلحتهم له حقن لدماء الجزائريين ودماء الجزائريين أغلى من كل مناورة سياسية وأغلى من كل مزايدات في المأساة الوطنية استعملها البعض كسجيل تجاري وبعض الملفات استعملت للمناورة والضغوط ولكن من المثاق المصالحة الوطنية ومن خلال التشريعات الموجودة به ومن خلال تضابيره حاول سحب هذه الملفات من التداول الإعلامي أولا ومن التداول السياسوي وتحققت نتائج معتبرة لا يمكن الاستهانة بها وعادت اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري والثقة مجددا مما عاد نشر ثقافة السلم والمصالحة داخل أوساط المجتمع طيب هذا الشيء المعلوم والمعروف لكن هذا المثاق السلم والمصالحة الوطنية هل مازال لحد الآن مفتوح لشريحة كبيرة من أبناء الجزائر المغرر بهم في الجبال لحد الآن هذا الشيء المعلوم والمعروف نعيده ونكرره أكثر من مرة على مسامع الجميع حتى يعرفون ويقدرون أن هذه الخطوة التاريخية بفضلها نهنأ اليوم بالأمن والاستقرار الرئيس الحكومة أو الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أعاد التذكير سواء في الحملة الانتخابية أو في برنامج الحكومة الذي سيقدم إلى البرنامج الأسبوع القادم أعاد مرة أخرى القول أن يد الدولة لا تزال مفتوحة وممدودة أمام العناصر الراغبة في تسليم أنفسها وهذا الشيء واضح لأن ميثاق المصالحة الوطنية غير محدد لا بالزمان ولا بالمكان لو تعطينا فقط إحصائيات عن عدد المستفيدين لحد الآن منذ صدور هذا القانون 2005 ودخوله حيث تطبيق 2006 طبعا هذا القانون الذي استفتي بشأنه الشعب الجزائري في سبتمبر 2005 ودخل حيث تطبيق في فبري 2006 تضمن أربع فئات أساسية الفئة الأولى هي العناصر الراغبة في تسليم أنفسها طواعية إلى الجهات المختصة ويقصد بذلك الإرهابيين المسلحين إلى غاية نهاية 2013 استفاد من هذه الإجراءات وتضابير العفو وتضابير إنقضاء الدعوة العمومية أكثر من 9500 شخص يتوزعون على الشكل التالي جزء منهم كان في معاقل العمل المسلح الجزء الآخر كان في المؤسسات العقابية بتهم متعلقة بالإرهاب والجزء الآخر كان متوجدا خارج التراب الوطني والجزء الآخر كان محل متابعة قضائية كل هؤلاء استفادوا من إنقضاء الدعوة العمومية ومن إجراءات العفو التي سمحت بعودتهم إلى المجتمع مباشرة وبدون أي ضغوطات وبدون أي مسألات هذا واحد اثنين ملف المفقودين أحسيت بشأنه قائمة وطنية وزعت على مصالح الضبطية القضائية المتمثلة في الشرطة والدرك بقائمة ضم 7144 عائلة مفقود استفاد إلى غاية الآن أكثر من 7000 عائلة من تعويضات أدرجت لهم بموجب الفصل الخاص بفقدان الأشخاص الناجم عن المأساة الوطنية البعض الآخر لم يتحس على المحاضر معاينة فقدان التي تسمح له باللجوء إلى الجهات القضائية للحصول على الحكم بالوفاة ومن ثم مباشرة إجراءات التعويضات والبعض الآخر رفض إطلاق هذه الإجراءات ومتمسك بما يدعيه بالعدالة والحقيقة الملف الثالث هو ملف عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافعة الإرهاب تم إحصاء نفس الشيء قائمة وطنية تضم 17 ألف إرهابي تم القضاء عليه إلى غاية 2006 إلى غاية الآن استفادت أكثر من 12 ألف عائلة من عائلات الإرهابيين من مساعدة الدولة تحت عنوان إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتوليت بظلوع أحد أقاربها في الإرهاب والفقرة الأخيرة الرابعة تخص العمال المسرحين من مناصب عملهم لإعتبارات متصلة بالمأساة الوطنية واستفاد من هذه الإجراءات التي كانت محددة بالزمان من مارس 2006 إلى مارس 2007 ما يقرب من 3500 شخص باختصار فقط قبل ذهب إلى فاصل نتحدث عن ملف المفقودين ألا ترى أن الدولة لم تضع آلية أو قانون بحد ذاته يقضي على هذا الإشكال قضاء كبير الأمر اقتصر على تعويضات فقط مازال هذا الإشكال مطروح لحد الآن ملف المفقودين ملف المفقودين كنا قد كررنا ميرانا أنه حقيقة هو ملف حساس جدا وهذا الملف استعمل من طرف العديد من الجهات واستعمل من طرف المنظمات الدولية كورقة ضغط ضد الحكومة الجزائرية على أساس اتهامات كانت قد وجهت إلى مصالح الأمن بأنها وراء عملية الافتقاد ولكن نحن كرجال قانون طلبنا أن تكون لنا الأدلة وأن تكون لنا القرارات الصادرة من مؤسسات الجمهورية الجزائرية التي صدرت أو التي أمرت باختطاف الأشخاص ولكن إن كنا نفتقد إلى أي قرارات رسمية أو تعليمات أو توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة الجزائرية المنصوصة عليها في الدستور فإنه لا يمكن لنا على الإطلاق أن نوجه اتهامات هكذا بدون أدلة واتهامات فارغة أو الاكتفاء بالتصريحات يعني إن لم تكن هناك قرارات بالقبض على هؤلاء الناس حق هؤلاء الناس ضاع لا في إطار معالجة هذا الملف قامت الدولة الجزائرية في إطار المصالحة ولأول مرة لأنه ما ننسوش أن هذا الملف كان يعتبر طابو من الطابوهات ولم يكن أحد يقترب منه لأنه كان حكرا وحصرا على بعض المنظمات والعواصم الخارجية التي تساون به وتبتز به ولكن الجزائر والدولة الجزائرية في 2006 وبموجب إجراءات المصالحة سحبت هذا الملف نهائيا من التداول وحاولت أن تجد له معالجة من خلال إقرار تعويضات إلى هذه العائلات وأنا كما قلت بمناسبة الأرقام التي قدمتها نلاحظ أن نسبة كبيرة من هذه العائلات تحصلت على التعويضات ولكن مقابل الحصول على التعويضات لم نطلب إطلاقا من العائلات أنها تنسى يعني مفقودها أو تنسى أبنائها نعم هذا هو وبتالي نقول أن هذه العائلات وأنا كنت كررت هذه العبارة أكثر من مرة لها الحق في أن تقيم الحداد ولها الحق في أن تعرف يعني مقابر وتعرف أين مصير أبنائها يعني هم مدفونين أو على الأقل التعرف على جثث هؤلاء الأشخاص يعني هذا شيء طبيعي وشيء لا يمكن وكل الأعراف الإنسانية أن يتقبله نعم وهو كذلك أستاذ مروان عزي يبقى معنا نذهب مشاهدنا إلى فاصل ثم مشاهدنا للحديث مع الأستاذ مروان عزي رئيس خليطة المساعدة قضائي المكلف بتطبيق مثاق السلم والمصالحة الوطنية كنا تحدثنا عن ملف المفقودين لو نعود إلى المستفيدين من تدبير متاق السلم والمصالحة ما يسمون بالتائبين هكذا الذين نزلوا من الجبال وسلموا أسلحتهم الإرهابيين السابقين التلفزيون النهار في أيام سابقة استقبل البعض من شكاوي هؤلاء التائبين حول مشاكل اجتماعية تلاحقهم لحد الآن مشاكل نفسية لأبنائهم لو انتحدث عن المشاكل الاجتماعية بالخصوص إدماجهم في المجتمع إدماجهم في مناصب عمل هم يعانون من هذا الإشكال ألا ترى أن الدولة مفروض عليها أنها تقدم لهم مساعدة فيما يخص هذا الإشكال بما أنها خصت لهم قانون تدماجهم في المجتمع طبعا بالنسبة لها وله الأشخاص وكما قلنا في إطار قانون الوئام المدني أو المصالحة الوطنية إلى غاية الآن استفاد أكثر من 15 ألف شخص من هذه التدابير ومن إجراءات العفو ومن إجراءات يعني وقف المتابعات القضائية وعاد هؤلاء إلى أحذان المجتمع حقيقة لما عادوا استدموا بجملة من المشاكل الاجتماعية نحن نقول يعيشونها كما يعيشها مختلف أفراد الشعب الجزائري من أزمة سكان من أزمة بطالة من يعني ولكن الدولة الجزائرية وهذا كان مطلبنا الأشخاص الذين أخطأوا في حق الدولة وفي حق المجتمع وبناء على تدابير المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري في استفتاء نال أغلبية ساحقة من الذين قالوا نعم لا يحق لنا ولا يحق لأي مؤسسة من مؤسسات أن تعامل هؤلاء الأشخاص كمواطنين من الدرجة ثانية لكن بعض مؤسسات الدولة ترفض إدماجهم في مناصب عملهم القديمة طبعا كما قلنا نرفض أن يعامل هؤلاء الأشخاص كمواطنين من الدرجة ثانية مدام أنه استفادوا من هذا الميثاق الذي أقرته الدولة الجزائرية والذي زكاه الشعب الجزائري فإنهم يكونون مواطنين مثل باقي المواطنين ولكن الإشكال الموجود أن البعض منهم يحوزون على صحيفة لسوابق القضائية فيها بعض الأحكام والجنح والجنايات التي سابق وأن تم الحكم بها عليهم ونحن كخلية مساعدة قضائية استقبلنا حوالي 15 ملف من أجل رد الاعتبار والتبييض صحيفة السوابق القضائية حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة سواء إلى مناصب عملهم أو الاستفادة من مناصب عمل مجددة فتطبق عليهم قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا واحد اثنين لا ينكر أن البعض من هؤلاء الأشخاص استفادوا من آليات التشغيل ومن الشبكة الاجتماعية التي أقرتها الدولة الجزائرية ولم يحرموا منها ولكن البعض الآخر حقيقة استدموا ببيروقراطية الإدارة التي يعاني منها الكل ويعاني منها الشعب الجزائري وبالتالي نحن نتمنى وبمناسبة يعني وعلى هذا المنظر أنه لا تكون هناك يعني عرقيل وأن تكون هناك مرونة وسلسة من أجل ماذا؟ من أجل إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع من أجل أن تكون لهم مناصب عمل قارة حتى يتمكنوا من ضمان العيش لأنفسهم لماذا؟ لأنه حتى نتمكن حقيقة من الطبيق الروح السليم لمثاق السلم والمصالحة الوطنية نعم نتحدث الآن عن الشق السياسي في برنامجنا إذن الكثير من الجرائد الوطنية والصحف تحدثت عن عودة الفيس هكذا المحلل للحياة السياسية جريدة النهار التي عنونت اليوم في مقالها على لسان بعض من قادة الفيس وحتى الجيش الإسلامي هذه هي مطالبنا في الدستور الجديد يعني حول المشاورات السياسية كذلك الحقائق قالت أن أمير الجيش الإسلامي يشارك في تعديل دستور والحديث هنا عن مدني مزراج والصوت الآخر قالت أن الفيس يشارك رسميا في ندوة المعارضة هكذا يعني ما هو تعليقكم عودة رجالات الفيس وحتى الجيش الإسلامي للحياة السياسية هكذا كما قالت وسائل إعلام شدني عنوان يقول أن الفيس سيشارك رسميا نقول أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة حلت بموجب قرار قضائي صادر باسم الشعب الجزائري عن المحكمة المختصة وبالتالي لا عودة على الإطلاق لعودة هذا الحزب إلى الساحة السياسية طيب كيف تفسر عن اتصال أحمد ويحي المكلف بالمشاورات رئيس ديوان رئاسة بقادة الفيس سابقين للمشاورات السدعي كأشخاص وليس كحزب لإعطاء آرائهم لأن هذا التيار هو من أطراف الأزمة التي مرت بها الجزائر وهذا الشخص الذي يسمي نفسه بأمير الجيش الإسلامي لإنقاذ كانت قوات الجيش الوطني الشعبي يعني قد اتصلت به وتم على أساس هذا الاتصال الوصول إلى هدنة في أكتوبر 1997 وبالتالي هذه الشخصيات التي استدعيت من جانب السيد أحمد ويحياء لإعطاء آرائها وأفكارها فيما يخص هذه الوثيقة السامية للبلاد لماذا؟ لأن في الوثيقة المقترحة هناك شيء جديد وهو دسترة المصالحة الوطنية واعتبارها ثابت من ثوابت الأمة وبالتالي على هذا الأساس استدعي هؤلاء الأشخاص لإعطاء آرائهم في هذا الشق والمشاركة في هذه المشاورات ولكن ليس كقيادة لأن هذه القيادة كما قلت وأعيد أن هذا الحزب غير موجود على الإطلاق وهو المعروف يعني لو نسير بهذا المنطق استدعاء شخص لمشاورات سياسية ثم نقول هو يعني لا يشارك يعني سياسيا حزبه محلو هذا معروف عند الجزائريين نقرأ فقط من جريدة النهار اليوم الهشمي سحنوني قال إعادة إدماج الإرهابيين تأيبين في مناصب عملهم كنا تحدثنا عن هذا الشق ومنح شهادة الوفاة للمتوفين منهم من أولوياتنا هذا يعني ما سيدلي بدروه يعني الهشمي سحنوني قال أنه ضرورة منح شهادة الوفاة للمتوفين منهم من الأولويات لا هو يعني هذه الملفات نحن نعرفها وكل يعني هذه الشخصيات اتصلت بنا وعرضت يعني علينا مشاكل وانشغالات فئات معينة ونحن في إطار خلية المساعدة القضائية التي كانت مهمتنا تتمثل في محورين أساسيين محور تطبيق مثاق السلم والمسالحة في جانبه القضائي ومحور ثاني هو خلية استماع لكل الانشغالات وكل المشاكل المطروحة في مجال تطبيق المصالحة الوطنية وفي مجال يعني معالجة ملفات المأساة الوطنية وبالتالي فإن يعني هذه الانشغالات وهذه المطالب يعني نحن نعرفها يعني وسبق لنا وأن رفعناها إلى السيد الرئيس الجمهورية من أجل أن يتخذ تضابير بشأنها يعني ألا ترى أنه الدولة يعني في قدم الأيام ستتحرك لمن خص هذا الجانب وستصدر قرارات أخرى يعني الدعم بها بتقسير المصالحة الوطنية لو نتحدث عن العفو الشامل يعني هكذا ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل بعد يتحدث عن عفو الشامل بكل تأكيد بكل تأكيد أنه مدام وصلنا إلى هذا المستوى ستكون هناك قرارات ذات شقين مدام أنه تم إقرار أن المصالحة الوطنية هي ثابت من ثوابت الأمة ومدام أن هذا المشروع قد أدرج ضمن التعديلات الدستورية المقترحة فإنه في قادم الأيام بحول الله ستكون هناك إجراءات فيما يخص معالجة بعض الفئات وإيجاد حلول لبعض المشاكل والالتفات إلى فئات عانت كثيرا واعتبرت نفسها أنها معنية بهذه المأساة الوطنية ولكنها لم تتخذ بشأنها إجراءات وتدابير ولكن في المستقبل نتوقع إن شاء الله قرارات أكثر جرأة قرارات أكثر شجاعة من السيد الرئيس الجمهورية فيما يخص هذا المجال سحى التعبير سيكون فيه تنازل يعني عن لبعض هكذا التائبين في بعض القرارات لا يمكن أن نسميه تنازل لأنه ما دام من أجل وقف نزيف الدم ومن أجل طيم الفات المأسات الوطنية ومن أجل عدم توريث الأحقاد للأجيال القادمة حتى لا نبقى نسمى عبارات ابن الشرطي وابن الضاركي وابن الجندي أو ابن الإرهابي هذا هو الشيء المهم بالنسبة إلينا نحن لا نعتبره تنازلا لأن الدولة الجزائرية لا تزال قوية وهي التي فرضت بمنطق قوتها هذا ومدت يدها إلى هؤلاء الأشخاص الذين استجابوا إلى هذه الدعوة التي وجهت إليهم وهم الآن يعيشون في أحضان المجتمع يعيشون مشاكله ويعيشون ما يعيشه المجتمع ولكن الحمد لله أننا نهنأ ونعيش في ظل الأمن وفي ظل الاستقرار وتعرفون ما يجري حولنا من توترات ومن مشاكل نحن والجزائر في غينة عنها نعم إذن مروان عزي نذهب إلى فاصل ثم نعود مشاهدنا لاستكمال بقية الحديثة عودة من جديد مشاهدنا الكارم إلى ضيف العزيز مروان عزي رئيس خليطة المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان الحديث عن العفو الشامل في البلاد حسب توقعاتكم ما هي الأليات التي سيقرها رئيس الجمهورية تطبيق هذا العفو الشامل طبعا هناك مادة موجودة في ميثاق السلم والمصالحة هي المادة 47 التي تقول أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ أي تطبيق يراه مناسبا في سبيل تعزيز وتفعيل إجراءات المصالحة وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تستجد أثناء عملية التطبيق هذا إطار ممكن أن تتخذ تطبيق في هذا الإطار في إطار هذه المادة لأن هذه المادة مفتوحة ممكن جدا أنه تكون هناك إجراءات تكملية وإجراءات تدعيمية لبعض الفئات في إطار قانوني مستقل آخر أما بالنسبة إلى العفو الشامل نحن نقول أن هذا الشيء أولا هو من صلاحيات السيد الرئيس الجمهورية وثانيا العفو الشامل له تدابير وإجراءات خاصة ومعقدة وبالتالي نقول أنه مهما كانت نوعية الإجراء ومهما كانت طبيعة الإجراء الذي سيصدر نحن لا تهمنا طبيعته في حد ذاته وإنما ما يهمنا هو محتوى هل هذا المحتوى يتضمن الالتفات إلى انشغالات فئات المأساة الوطنية هل يستجيب لتطلعات هؤلاء هل يحل مشاكلهم هل يكفكف دموعهم هذا هو الشيء الذي إن كانت الإجابة بنعم فهذا الشيء الذي نثمنه ونرحب به وهو كذلك مروان عزيز سنحاول العودة لك واستكمال بقية الحديث مشاهدين الأكار نذهب الآن إلى فقرة رهم يقول ثم نعوت أصباح الخير رهم يقدر وش رهم يقولوا اليوم إيه والله تعرف شو رهم يقولوا اليوم غير تموت بداك شاشة يفزيون قراج شوية حنا خطينا هم رهم يقولوا رهم يقولوا بوضيا في الوقت بدل الضائع تفاجأ المشاركون في الأيام الطبية الجراحية الثالثة لمستشفى حسين داي من الزيارة المفاجئة لوزير الصحة عبد المالك بوضيا التي كانت في ساعة جد متأخرة وغير متوقعة تماما وقام وزير الصحة بالتجوال بين مختلف المشاركين والحديث معهم غير أن أهم ما ميز زيارة الوزير كانت مطالبة أحد الأطباء الوزير بإعطائه شيكا لتحسين المصلحة التي يشرف عليها قائلا معالي الوزير أطلب منك كمسؤول منح المال لأنه هو الصح رهم يقولوا واش ره حاب حمروش خطب ملود حمروش الرئيس عبد العزيز بوتفريقة ومدير ديوانه المكلف بإدارة مشاورات الدستور التوافقي أحمد أويحيا قائلا إن التوافق بشكل المطروح حاليا لن يغري أحدا بموقف يعكس تقلب الرجل بين المد والجزر من خلال تصريحاته قبيلة وبعد الانتخابات الرئيسية وقال رئيس الحكومة الأسبق إن الدولة العصرية لا يمكن بناؤها من دون سلطة مضادة قوية فما الذي يريده حمروش من وراء تصريحه هذا رهم يقولوا زوخ ره مغبون بعد فضيحة ابن والي العاصمة عبد القادر زوخ من خلال تحصله على شقة في إطار برنامج عتل بدون وجه حق كونه يقيم في ولاية وهران فيما استفاد من شقة بالعاصمة وهو ما لا يسمح به القانون هذا ما جعل ملامح الحزن والقلق بادية على وجه زوخ لخراجاته الميدانية رهم يقولوا زوخ طح تعله بلية أنا خطينا همرا ميقولو وهم يقولوا مكالمة سلال تقطع ندوة ناسيب تلقى وزير الموارد المائية حسين ناسيب خلال الاجتماعي التقييمي الذي عقده مع مديري وحدات المياه على المستوى الوطني مكالمة هاتفية من الوزير الأول حتى مالك سلال وهو ما جعله يقطع اجتماعه ويسارع إلى الرد على مكالمة الوزير في وقت علق الكثير حول الحادثة بقولهم إن السلال لا يزال يسير القطاع عن بعد بصفته كان وزيرا للموارد المائية ورهم يقولوا وقال السلال وحشيامات بكري عودة مشاهدين الكارين في الأخير فقط مع ضيفي مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق سلم المصرحة الوطنية قبل أيام ما صدق مجلس الوزراء إذن على قرار هو رفع السن الرشد إلى 19 سنة تمكى قانونيين كيف تشوفوا هذا القرار وتأثيراته حقيقة نحن يعني يوميا في المحاكم ونرى يعني أنه نسبة كبيرة من الإجرام يعني هو من الجنح والجنايات يتورط فيها شباب مراهقين طبعا وهذا السؤال مهم جدا لأنه في عجالة أقول أنه من مخلفات المأساة الوطنية هذا العنف الذي نعيشه ترصبات وأثار المأساة الوطنية أدت إلى أن المجتمع أصبح مختلا وأصبحت نسبة العنف فيه يعني مرتفعة جدا وبتالي إقرار هذا السن حتى يكون لما هو أقل من 19 سنة يعالج ملفه كحدث وبتالي يحاكم من هم أقل سنا من هذا السن المفترض في محاكم الأحداث يعني إنقاذه من مقصرة المحاكمة هكذا أو أولا وحتى في المؤسسات العقابية حتى لا نجمع بين هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المراهقين أو الأطفال الجانحين يعني الذين يقلوا سنهم عن هذا السن الموجود والمعدل حديثا يعني في قاعات خاصة وأجنيحة خاصة حتى لا يتم المسج بينهم وبين أشخاص ربما معتادين ومحترفين للإجرام تشوفي أمر إيجابي هذا؟ نعم إيجابي كيف مثلا يعني ما هو رح يأثر مرة أخرى سلبيا في بعض الأمور رفع سن الرشد في الجزائر لتسعتاش سنة؟ لا هو يعني مدام أنه قد وصلنا إلى أي قرار فيه جوانب إيجابية لا بعد التطبيق يعني أي قانون أو أي قرار بعد التطبيق سنلاحظ يعني ما هي تأثيراته هو انعكاساته وما هي الأمور الإيجابية فيه وما هي سلبيته ولكن نقول أنه مدام وصلنا إلى هذا التعديل معنى أنه كانت هناك دراسات وكانت هناك يعني يعني أمور لوحظت في الميدان وأنا كما قلت في بداية التدخلي أنه حقيقة لوحظة أن الأشخاص المتورطين في بعض الجنح والجنايات يعني أقل من 19 سنة بنسبة كبيرة جدا وهو كذلك إذن شكرا لك بروان عزيز وعدنا باستضافتك شكرا بارك له فيكم في هذا البرنامج قهوة وجورنان شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين الأكرم إذن في الختام فقط نحاول إذن قراءة مجاء في صحيفة الحياة ميديا التي تحدثت عن هذا البرنامج قهوة وجورنان وكتبت على أنه كثير من الشكوك حول استقالة مقدم البرنامج محمد عصماني نذكر أن محمد عصماني في عطلة مرضية وسيعود ابتداء من يوم الغد كذلك قالت الجريدة أنه عدم بث برنامج قهوة وجورنان منذ أول أمس يعني منذ يوم السبت على قناة النهار قد أطار الكثير من الشكوك نحن نفنى ما جاء في الحياة ميديا هذا خطأ برنامج قهوة وجورنان توصل مع المشاهدين أيام السبت والأحد وحتى اليوم الاثنين وسيعود زميل محمد عصماني يوم غد إن شاء الله للبرنامج مشاهدين الأكرم سعدتوا بمرافقتكم من طيلة هذه ثلاث أيام شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة سلام عليكم